وما زلنا أيضا مع الشأن الصيني حيث أعلن المكتب الوطني الصيني للإحصاء أن النمو السنوية للاقتصاد الصيني كان 6.9% خلال عام 2015 وهو أن مستوى له منذ عام 1990 قال المكتب الوطني الصيني للإحصاءات أن هذا النمو ليس منخفضا نظرا للتحديات التي تواجه الصيني بما فيها الصادرات الضعيفة وقدرة الانتاج المفرطة للمصانع وركود سوق العقارات وتباطئ الاستثمارات وارتفع الانتاج الصيني في الحائل بـ 6.1% بينما ارتفعت مبيعات التجزئة بـ 10.7% ويعد الاستثمار في الأصول الثابتة أحد هم من عوامل الدافع للاقتصاد حيث ارتفعت بـ 10% عام 2015 مقارنة بالعام السابق على غير توقعات السوق أما النمو في الاستثمار العقاري فتباطئ إلى 1% عام 2015 عن العام السابق مقارنة مع زيادة 1.3% خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2015 هذا وقال رئيس المكتب الوطني للإحصاء أن نمو الاقتصاد للبلاد ما زال محافظا على نساق المناسب قد واجه حيث لاح عام 2015 صوبات الشعق وبيئة دولية معقدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر